الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مرنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة طيفنا في هذا اللقاء بمشاية الله تعالى في هذا النمسي الطيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي أهلا وسهلا بك حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسهل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا استمعينا في كل مكان نازال حديث الشيخ رزي الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو تكلمة لك فضل الشيخ أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فالحديث الذي أحببت وأن أقف معه في هذا اللقاء المبارك هو حديث أبي كبشة الأنمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة أقسموا عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل عز ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه فقال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلانا فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علما ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حق فهو بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء هذا الحديث الذي جاء في السنن حديث عظيم وفيه من محاسن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للناس وذلك الأسلوب التشويقي الجميل في التعليم والتوجيه والوعظ الذي يجعل قلب المستمع وقالبه باتجاه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث كما لا يخفى لمن قرأه وأمعن النظر فيه يشير إلى أن الأعمال العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا كثيرة ومن جملتها الصدق بالمال فإنها من أجل الأعمال ومن أفضل الطاعات كذلك العفو عن الظلم فمن يعفو عن من ظلم فإن الله تعالى يزيده عزا ورفعة وكذلك التعفف عما في أيدي الناس والابتعاد عن السؤال واحتراف الكدية والتسول وأيضا النية الصالحة فإنها تبلغ بصاحبها المنازل العالي الرفيعة وهي سبب من أسباب نيلي الأجر والثواب من عند الله عز وجل متى ما إن كان المهيج والدافع هو النية الصالحة والطوية الخالصة لله سبحانه وتعالى والمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يتأمله طويلا وأن يقف معه كثيرا وأن ينتفع بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تنجي العبد وترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم فض الشيخ وأحسن الله إليكم ذكروا مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجلتهم معنا هذه المكالمة هنا فض الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 668 يقول إذا نسيت تشهد الأوسط ويقول فض الشيخ هل يسجد لسهو في هذه الحال الحمد لله بالنسبة للتشهد الأوسط حكمه عند جماهير أهل العلم سنة وهناك قول وهو من المفردات أنه واجب وهو قول جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق وعلى هذا إذا قلنا بوجوبه فمن نسيه حتى فات موضعه موضع الجلوس إلى جلوس التشهد الأول فإنه يجبره بسجدتي سهو بسجدتي سهو لأن القاعدة الشرعية عندنا أن السجود السهو إنما شرع لجبري الواجب إذا نسيه المصلي في الصلاة وكذلك فيما يتعلق بالزيادة والنقصان الحاصلة في بعض الواجبات في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياك الله يحفظك عندي ذاك الله خير أربع سألاف في الطهارة نعم السؤال الأول هل لمس الزوجة أو التقبيل ينقض الوضوء؟ نعم والسؤال الثاني يعني تقول أنا امرأة أمسح رأسي في الوضوء ذهابا فقط فما حكم وضوئي والسؤال الثالث حكم الوضوء وعلى الأضافر طلاء المناكير كيف السؤال؟ كيف السؤال؟ المناكير هذا اللي تستخدمه النساء الطلاء الأضافر مم ما حكم الوضوء إن شاء الله والسؤال الأخير تقول يعني السائلة إذا غسلت النجاسة عن طفلي هل ينتقض وضوئي؟ وجزاكم الله خير ذاك الله خير أخراشد تسمع الرد فنس شيخ نحن نجي فنس شيخ سؤال الأخراشد بالنسبة للمس أو تقبيل الزوجة هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ الحمد لله هذه حقيقة من المسائل الخلافية والخلافيها في القديم والحديث طويل ولذلك فيها ثلاثة أقوال ذهب فريق من أهل العلم إلى أن لمس الزوجة ناقض من نواقض الوضوء مطلقا وذهب فريق من أهل العلم إلى أن لمس المتوضع لزوجته فإنه غيره ناقضا للوضوء مطلقا وهناك من فرق فذهب إلى أن المس الزوجة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء وأما إذا كان بغير الشهوة فإنه لا ينقض الوضوء هذه محصرة الأقوال في هذه المسألة والراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولله الحمد والمنه وقد دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقبل إحدى زوجاته ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضع بل إنه لمس عائشة وهو في الصلاة حينما كانت تستلقي بينه وبين القبلة فكان إذا سجد غمزها يعني بأصبوعه فالراجح أخي الفاضل بارك الله فيك أن لمس الزوجة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وكذلك المرأة المتوضع إذا لمست زوجها فإن وضوءها لا ينتقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا في حالة واحدة وهي إذا خرج من القبل شيء بسبب الشهوة خرج من القبل شيء بسبب لمس الشهوة فمن الناس من لا يتحكم في نفسه فقد يخرج المذي منه مثلا فإن في هذه الحالة يكون الوضوء قد انتقض والواجب عليه أن يغسل هذا المذي وأن يغسل المحل الذي وقع عليه وأن يعيد الوضوء سيكون الله خير فانسيخ امرأة مسحت رأسها ذهابا في الوضوء هل يصح وضوءها؟ الحمد لله الجواب نعم إذا مسح المتوضع رأسه ذهابا فقط أو إيابا فقط فإن الوضوء صحيح لكن السنة أن يذهب أن يمسح ذهابا وإيابا أما ذهابا فهذا فرض أو إيابا فهذا فرض وأما رده يعني إما ذهابا وإما إيابا فهذا سنة سأكل أخير فانسيخ أيضا بالنسبة ل يقول المرأة عندما تضع المناكير ثم تتوضأ هل وضوءها صحيح؟ الحمد لله بالنسبة للمرأة إذا توضأت ثم وضعت المناكير بعد ذلك وهو طلاء الأظافر سواء أظافر اليدين أو الرجلين فإن الوضوء صحيح أما إذا كانت قد وضعت الطلاء قبل الوضوء وضعت طلاء الأظافر على أصابع أظافر يديها وأظافر رجليها فإن الوضوء لا يصح في مثل هذه الحالة لأن القاعدة الشرعية أن من شروط صحة الوضوء إزالت ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والأظافر من البشرة ولذلك بالنسبة للمرأة إذا وضعت الطلاء قبل الوضوء فإن هذا لا يصح وإنما تزيل الطلاء وبعد ذلك تتوضأ سأك الله خير فانس شيخ أيضاً أسؤال لك راشد بالنسبة للمرأة المرأة إذا غسلت نجاسة الطفل لمست عورات هل ينتقد وضوءها الحمد لله لابد أن نفرق بين مسألتين المسألة الأولى ما يتعلق بلمس النجاسة والمسألة الثانية ما يتعلق بلمس فرج الطفل أما لمس النجاسة فإن هذا ليس ناقضاً من نواقض الوضوء ليس ناقضاً من نواقض الوضوء ولذلك أنا أنبه إخواني خاصة أخوات النساء اللاء يعني يجلبنا المشق على أنفسهن في أمر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان ولذلك الآن المرأة إذا لمست نجاسة الطفل وهي متوضية فإن الواجب عليها أن تغسل يديها اللي وقعت عليها النجاسة دون إعادة الوضوء إلا إذا كانت غير متوضية أصلاً تتوضى هذا ليس محل بحثنا والكلام فيه فإذا كانت المرأة قد لامست النجاسة نجاسة الطفل نجاسة أي نجاسة أي نجاسة أو كان الرجل متوضى فلامس نجاسة فإن الطهارة لا تنتقذ وإنما إذا أراد الصلاة وجب عليها أن يزيل النجاسة والصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة وبقعة طاهرة أما قضية لمس فرج الطفل فهذه مسألة خلافية بين العلماء والراجح بأن لمس فرج الطفل لا ينتقض به الوضوء لا ينتقض به الوضوء فالراجح من قولي أهل العلم ولذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة لخصوص سؤالك الجواب عليه بأنه لا ينتقض الوضوء بهذين الأمرين بهذين العملين أو الفعلين لمس النجاسة ولمس أيضا فرج الطفل لما ذكرت قبل قليل من السبب السبب نعم سأل عبر الرقم 6688 يقول ما حكم الزوج إذا لم يوقظ زوجته لصلاة الفجر هل يأثم وهل يجب عليه إيقاظها وإيقاظ أبنائه؟ الحمد لله الجواب نعم يجب على الأب أن يوقظ زوجته وأن يوقظ أولاده على صلاة الفريضة سواء كانت الفجر أو غير الفجر وذلك لأن وذلك لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا والوقاية هنا تكون باستعمال الوسائل والأسباب التي هي بمقدور الإنسان ومن ذلك الإيقاظ إيقاظهم وتنبيهم على وقت الصلاة والمرأة كذلك يلزمها إذا استيقظت أيضا قبل الزوج أن توقظه وأن توقظ أولاده فليست المسألة منوطة فقط بالأب حتى الأولاد يعني لو كان ولد من الأولاد استيقظ قبل أبيه وأبوه نائم أو قبل أمه وأمه نائمة يوقظها ويوقظه فالمسألة مشتركة وهذا يدخل ضمن النصوص العامة في قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر قل جل وعلا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد هذا نص عام ولذلك ينزل أيضا على مثل هذه المسائل الخاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فالأبو راعٍ في بيته وهو مسؤول عن رعيته والزوجة راعيتهم في بيت زوجها وهو مسؤولتنا عن رعيتها كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ساك الله خير أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول لماذا نغسل الرجل في الوضو ولا نمسح حسب ما ذكره في القرآن الحمد لله أولا في قاعدة عندنا مهمة أن تبيين القرآن راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فبيان ما في القرآن إنما راجع للنبي عليه الصلاة والسلام بنص هذه الآية وقال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة وضوئه ذكروا بأنه كان يغسل القدمين يغسل القدمين ولا يمسحهما إلا إذا كانت مغطاتين بخف أو بجرموق أو بجورب أو بأحد الحوائل التي تغطى بها يغطى بها القدمين وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتم وني أصلي والوضوء شرط من شرط صحة الصلاة وكان يقول خذوا عني مناسككم وكان يقول عليكم بسنتي وسنة الخلافاء الراشدين المهديين من بعدي إلى غير ذلك من النصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل القدمين ما دامتا مكشوفتي أما إذا كانتا مغطاتين فكان يمسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم والآية الكريمة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين جاءت فيها قراءة أو فيها قراءة قراءة الأولى وأرجو لكم قراءة الثانية وأرجو لكم أما قراءة الخفض وهي النصب فإنها تعود إلى المغسولات وأما قراءة الخفض فإنها تعود إلى المجرور برؤوسكم وأرجو لكم وهذا وجهه أهل العلم وجهه إلى أن هذا فيه دليل هذه القراءة فيها دليل على مشروعية المس على الخفين والجوربين بهذه القراءة والله تعالى أعلم زاكرة الله خير معنا هذه الكلمات أخ محمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ سواء لنسبة لواحد شخص عالم هو كان يقول الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم لا يغيره الله قوما حتى يغيره ما بينفسهم ولهين عالم الناس بس يقول ادعو لنا أو ادعو أو نفقد دوا إنسان شخصيا نفسه ما يريد غير والمجتمع كثير من الناس ما تغير شيء ولا غير أحوال فيقول مفروض احنا نغير الله سبحانه وتعالى المسلمة بيّن لازم تغير أنفسنا فقط دوا دوا كيف يجب دوا أنا ما بتغير من داخل عصلا وعائلة والوصرة وغير وغير يعني مش كلهم في بعض الناس هذا سوال ما هو نسيحة من الشيخ وإريد سوال ثاني عمر بن خطاب رضي الله عنه نقول يا ساريا إنه وراك فلان عدو وبعد الأحيان نقول كتب عمر بن خطاب رسالة ورمى في بحر النيل نقول إذا انتمشي من أمر الله فامشي وإذا انتمشي من سبب فما نريد من كده فبصير هادا موجزات حل هادا وارد عن عمر بن خطاب رضي الله عنه هو مره واخن دخل عصد في المدينة منورة هو مسك أذنه وبعد البعد وايد كثير من روايات عن عمر بن خطاب رضي الله عنه لعنا الشك إنه صحابي جليل وكريم ولكن نريد معلومات زيادة عن عمر بن خطاب رضي الله عنهم وبارك الله فيكم إن شاء الله جزاك الله خير أخي محمد تسمع رضي الله شيخ مكالمة أخرى نعم أخي عبد الله تفضل أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حظكم الله يحفظك أخي عبد الله تفضل جزاك الله خير أنا الورث أنا عندي عمتي من أربعة أيام توفيتي حرم تبويه ثانية نعم زيان هي ما عندها عيال بس أبعرف يعني والوالد عايش أحين أبعرف بس يعني دورث ينقسم ليمنوا يعني إن شاء الله هي توفت ولم يعني تترك أبناء لم تترك أبناء ما عندها عيال بس عندها عندها أخوها ووختين طريحات الفراش ما عندها عيال بس الوالد موجود وبس عندها أب أم لا لا ميتين إن شاء الله شكرا كلا خير أخي عبد الله حياك نعم بمحمد فضل سلام عليكم حياكم الله شيخ الله حياك تفضل محمد دورك فيك عندك سؤال الشيخ بارك الله بالنسبة للعقد الشرع النكاح عقد النكاح لمن ليس موجود هناك من العقد سواء كانت المتدوجة أو المتدوج الاثنين غايبين عن حضور لإتمام العقد لكن بالتوكيل من الطرفين يتم العقد هل هذا العقد يعني يكون كافي شرعا من ناحية الشرعية ترسل لهم الأوراق الوصائف يعني الزوج والزوجة لم يحضر العقد نعم موجود لا أفترضنا أنهم موجودين هناك وهذا الأمر تم في اليمن أو في أي بلد نحن نقول مثلا وتجيهم الوصائف كاملة مواصقة بالطريقة المطلوبة والشركة بالطريقة الشرع جابل وقلام هل هذا يكفي بالنسبة للبالغين يعني يعني من ناحية الشرعية يعني الزوج وكل شخص والزوجة وكلت شخص آخر العقد تم بهذه الطريقة إن شاء الله زاكر الله خير محمد نعم نجي فض الشيخ سؤال لكم محمد بالنسبة لل الآية يقول إن الله لا يغير ما بقومن حتى يغير ما بأنفسهم فيقول البعض من الناس قد يكون على معصية ويقول يترك مثلا بعض الطاعات عندما يعني تقول له فض الشيخ يعني التزم بالطاعة أو ترك هذه المعصية يقول ادعو الله لي وهو لا يريد في نفسي حقيقة أن يتغير وأن يترك هذه المعصية أو يلتزم بهذه الطاعة الحمد لله هذه الآية العظيمة فيها بيان أن الله جل وعلا من سننه الكونية القدرية أنه لا يغير ما بالناس من أمور إلى ما هو أحسن إلا إذا غيروا ما بأنفسهم ولذلك قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم وقوله جل وعلا بقوم يعني بجماعة وأمة وأيضا يكون على المستوى الفردي فالله جل وعلا لا يغير ما بإنسان من حال ضعف أو حال فقر أو حال عنت إلا إذا غير ما بنفسه من يعني من الانتقال من المعصة إلى الطاعة ومن الإعراض إلى الإقبال على الله عز وجل وكذلك مجموع الأمة الله عز وجل لا يغير ما بأمة حتى يغير ما بأنفسهم الأمر الثاني ما يتعلق بقضية وعظ الناس بهذا وقول بعض الناس ادعو لي لا شك بأن هذا رد سليم وجميل أن يقول للشخص إذا قيل له غير ما بنفسك يقول ادعو لي فإن هذا يدل على سلامة قلبه ورغبته في الخير حينما يقول ادعو لي يعني يريد من الناس أن يدعو له حتى يتغير لأنه قد يكون أسير خطيئة وسجين معصية وقد يكون عنده أشياء يحتاج أن يقف الناس معه أما إذا كان يقول ادعو لي فقط من باب يعني محاولة صرف الكلام عنه وهو في واقع نفسه لا يريد أن يغير ذلك هذه مسألة وإن كانت يعني لا يمكن كشفها إلا بالوحي لأنه ما نعرف نحن ما في قلب الإنسان فقد يقول الإنسان ادعو لي هو مقيم على الماصي هو يتمنى يتمنى أنه يعني يتخلص من هذا الذنب وهذا الماصي لكن الكلام له هو الآن الكلام له هو إذا فعلا هو يقول ادعو لي هو في قرارة نفسه كذاب كذاب يعني لا يريد أن يتغير فلا شك بأن يعني الأمر الذي عليه خطير فهذه علاقة بينه وبين رب جل وعلا والواقع إخواني وأخواتي أن الله جل وعلا قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عندي أنفسكم قل جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالمقصود بأن الناس ما يمكن أن يتغير حالهم إلى الأفضل والأحسن والأكمل إلا فعلا إذا تغيرت إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من السوء والشر والكسل وغير ذلك نعم سأكل أخير فهد شيخ الأخ الحمد أيضا يسأل يقول هل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا سارية الجبل ويقول رسالة مثلا كتبها بعض فرص شيخ يقول الأمور مثلا فرص شيخ رماها مثلا في النيل دخول أسد إلى المدينة ومسك بأذنه هل مثل هذه اللي فرص شيخ وردت عن عمر رضي الله عنه الحمد لله أولا بالنسبة لعمر بن الخطام رضي الله عنه وارضاه هو الخليفة الثاني من خلفاء الإسلام أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة ثم يسلوه عمر بن الخطام رضي الله عنه وهو أحد وزيري النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثاني رجل جاء ذكر اسمه من العشر المشهود لهم بالجنة وفضائل عمر لا تخفى الذي نظر فمن من لا يعرف عمر بن الخطام لذلك يعرفه الموالف والمخالف العدو والصديق القريب والبعيد الجميع يعرف عمر بن الخطام فهو أحد الذين حفروا أسماءهم في تاريخ هذه الدنيا والنبي عليه الصلاة أثناء على عمر في مواطن كثيرة منها أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر لو رأاك الشيطان في فج لسألك فج آخر فالشيطان يفر من عمر ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر وإيضا يقول عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم محدثون وإيكم في أمتي فعمر وعمر مناقبه كثيرا وفضائله عديدة وبركاته على أمة الإسلام يعني لا تحصى وما زال الناس يتفيؤون ظلال فتوحات عمر رضي الله عنه وهذا لا يعني أنه إذا قلنا بضعف قصة أو شيء أنه هذا يغض من مقام عمر بن الخطاب لا فقصة يساري الجبل هذه وردت بإسناد ضعيف صححة وكثير من أهل العلم وهي من جملة الكرامات التي أكرم الله جل وعلا بها عمر حينما قال يساري الجبل يعني إلجأي للجبل ومسألة الكتاب الذي كتبه لنهر النيل هذه القصة أساندة ضعيفة لا تنجبر ولذلك حقيقة لم تشتهر في عهد عمر ولا في عهد الصحابة وأيضا مسك الأسد هذا أيضا لا تصح لكن عموما نحن نثبت لعمر الكرامات ونثبت له أيضا الولاية فالله جل وعلي يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وجميل أن يهتم الناس بسير الصحابة وبأخبارهم وأن ينتفعوا بذلك فيما يعود عليهم وعلى من يعولون بالخير سيكون الله خير فالشيخ الأخ عبد الله يقول توفيت زوجة والده ويقول تركت يعني الوالد حي ويقول ليس عندها أبناء ف أيضا فالشيخ يقول ليس عندها أب أم عندها أخوة قد يكون عندها أخوة وخواته وشيء من هذا القبيل يسر فالشيخ يقول من يرثها الحمد لله خويس حق الله يبارك فيك أنا دائما مسائل المواريث نحيلها إلى المحكمة الطلاق والمواريث لماذا لأن أحيانا الآن الأخ السائل قد يقصر في ذكر بعض الورث أو قد يعتقد بأن وارث من شخصا من الأقارب لا يرثه يرث يعتقد بأنه محجوب أو يعتقد بأن هذا لا يرث هو يرث وخاصة عندنا مسألة خلافية فيما يتعلق بين توريث الجد مع الإخوة ولذلك أنا أنصح الأخ السائل باللجوء إلى المحكمة المحكمة ستتخذ مسألتين المسألة الأولى ما يسمى بحصر التريك والمسألة الثانية بحصر الورث بحيث أن القاضي يسأل من خلال الرجوع إلى السجل المدني يشوف من هؤلاء الذين يرثون فيسجل من يرث ويبعد من لا يرث سواء من المحجوبين مثلا أو من لا يرث أصلا مما يعتقد بعض الناس ولأجل هذا أنا دائما أنبه إلى أن قد أبين المسألة وأشرحها أو أبين الأنصب لكن كفتوى لا لماذا؟ لأن أحيانا قد يجي واحد يقول كيف الآن حرمتني من الميراث وأنا أرث أو شخص يورث ومحجوب أصلا لأن أخفي شخص هو من أحد الورث لذلك أنا أعتذر دائما عن مسائل الطلاق بالثلاث مسائل الميراث لكن ما يمنع أننا نبين المسألة عموما أنصح الأخ السائل باللجوع إلى المحكمة سأكل الله خير فنط شيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر فينا تذلقى فضيلة الشيخ الدكتور عزيز من فرحان أهلا نزيل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا نتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبل تقبلوا تحيات محدثكم أسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته